أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي عن إضافة 50 ألف أسر جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وذلك بداية من شهر سبتمبر الجاري وفقا لقاعدة البانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة على مستوى محافظات الجمهورية وأكدت مايا مورسي أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي مشروط تكافل وكرامة حيث سبق وتم إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة ومع دراسة الأسر التي خرجت من نتاق استهداف البرنامج سواء بالحصول على فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغيير مصادر الدخل ترجمة نانسي قنقر